فيما يبدو مؤشرا على أن صبر الأمريكيين بدأ ينفد قلصت الولايات المتحدة فترة الاستثناء من العقوبات المرتبطة بتعامل العراق مع إيران من تسعين ومائة وعشرين يوما إلى خمسة وأربعين فقط وأخرت السماح بإرسال دفعات نقدية حيوية الخطوة الأمريكية تبدو واحدة ضمن أخريات تحاول الحد من نفوذ الإيرانيين في العراق عبر المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى الدينية فطهران توظف أتباعها لتعزيز سيطرتها على البرلمان والحكومة وتمول ميليشيات على الأرض لحماية أجندتها وتستغل الاقتصاد العراقي لمقاومة ضغط العقوبات وبين هذا كله تحمي شخصيات دينية وتقدمها كمرجعيات للعراقيين وبينما تشغل تلك المنظومة حيزا كبيرا من أركان الدولة العراقية باتت الحكومات في بغداد على اختلاف رؤسائها أقل كفاءة بفعل التدخل في تشكيلاتها وأقل قدرة على التغيير تحت وطأة تفضيل مصالح الخارج على الداخل وإذا كان الملجأ الأقرب للعراقيين يكمن في رفض نفوذ إيران عبر تقارب مع العرب فإن أولئك وإن تجاوزوا عثرات الماضي ما زالوا عاجزين عن تقديم منظومة أكثر قوة تنافس على الأقل أجندة الإيرانيين ونفوذهم